عملية استخراج مواد جديدة أثناء تكرير النفط لتخرج بمنتج جديد نظيف وخاني من مواد سامة ومطابق للجودة المعايير البيئية وصحية هذا ما يسمى بالوقود البيئي الذي يعد أكبر مشروع النفطي في رؤية كويت جديدة سعة الطاقة التكريرية للمصافي مصفاتي ميناء الأحمد وميناء عبدالله بعد الانتهاء من المشروع هذا ستكون 800 ألف برميل يوميا المردود البيئي يتشكل في تحسين جودة الهواء بشكل كبير نتيجة أن المواصفات البيئية مطابقة لمواصفات يورو فور يورو فايف وستكون الانبعاثات الصادرة في أقل مستوياتها ومطابقة لأكثر المواصفات البيئية تشددا في أوروبا وفي الولايات المتحدة فكرة الوقود البيئي تتأخص في استقبال النفط الخام ثم تكريره وإدخال الديزل والكوريسين وفحم الكوك والكبريت والغزة لإنتاج طائقات ومواد جديدة بمعايير صحية لها مردود اقتصادية ومالية هو مشروع اقتصادي بالدرجة الأولى ومشروع بيئي هو يهدف إلى تحسين جودة الهواء من خلال توفير منتجات بترولية مطابقة لأعلى المعايير العالمية وانبعاثات الصادرة عنها تطابق أكثر المعايير البيئية تشددا وله مردود اقتصادي من حيث أنه يوسع أسواقنا في العالم ويمكننا من المنافسة بشكل أفضل وقود قليل المحتوى في المواد البترولية يدخل في الاستخدام المحني بصناعات عديدة وتوريد الطاقة فضلا عن تصديره ليكون دخلا جديدا للنفط وفضلا عن الجوانب الاقتصادية والنفطية والصحية والبيئية فأن مشروع الوقود البيئي سيوفر أكثر من ألف وظيفة لشباب الكويتي والخبرات الوطنية أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس